محافظة شبو حيث وفاد مراسلنا أن جميع مسلحة سيطرت على نقطة عسكرية تابعة للدفاع الجوية في عقبة خفعة شرقية مدينة عتق في المحافظة موضحا أن الوضع في المنطقة لا يزال متوترا وتأتي سيطرة مسلحين على النقطة العسكرية بعد يوم من إقدام مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة وأنصاره على إضرام النار في معسكري الأمن العام وقوات الأمن القصة واللواء 19 مشاه في مديرية بيخان الذين استطاعوا الخميس الماضي مهاجمة المعسكرين واقتحموهما ورفع راية التنظيم فيهما ونهب معداتهما وآلياتهما وأسلحتهما وكان مصدر عسكري في محور عتق نفى أنباء تسليم اللواء 21 ميكا أسلحته لأي جهة أو مجامع مسلحة مؤكدا أن منتسبي المحور واللواء يؤدون واجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للعناصر الإرهابية في المنطقة وجهت إدارة النقل الجوي بإغلاق ترجمة نانسي قنقر